في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن موبايل فيفو اكس 80 برو وقلنا الحلقة اللي جاية نتكلم عن النسخة العادية اللي هي فيفو اكس 80 والصراحة يعني الموبايل دو تشدني وبيعتبر نفس الأداء بتاع النسخة البرو فركز بقى في التفاصيل كويس قوي عشان ممكن تغير رأيك من النسخة البرو والنسخة العادية يلا بنا نبدأ للأسف مفيش معلومات عن خيمات التصنيع بتاعت النسخة العادية فدي يعني سبهلكم في الوصف عقبال ما تأكد بالنعم الموبايل هنا بيدعم تركيب شرحتنا التصال مع د شبكات الفايف جي وبنسبة لصوته الخارجي فالصوت هنا بيجي قوحة دي بقوة 32 بيت يعني يكون صوته عالي واستغنى عن مدخل سري بوينت فايف والنسخة العادية هنا مش بتدعم الاي بي 68 زي النسخة البرو اما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع اموليد بمساحة ستة وسبعة من عشرة بوصة مع نسبة استحواس بتوصل لتسعة وتمانين ونص في المية بدقة ومع كسافة بيكسلات تلتمية تمانية وتمانين بيكسل لكل بوصة وبتيجي بقوة اضاءة 1500 شمعة ومع معدل تحدث عالي واللي هو المية وعشرين هرتز وبتدعم 16 مليون لون مش المليار لون زي النسخة البرو وتقنية الـ HDR والبصمة بتيجي تحت الشاشة وبنسبة ليعني مواصفات الشاشة فوضح من الارقام ان هي اقل من نسخة البرو بس ما زالت بتقدم لك اداء ممتاز جدا واي نعم الشاشة مش افضل حاجة بالفئة السعرية بس لسه برضو ما سمعتش بقى المواصفات زي مثلا المعالج والكاميرات خلينا ماشيين واحدة واحدة النسخ اللي بيجي بيها الموبايل ده من ناحية يعني مس 4 نسخ الاولى 128 جيجا مع 8 جيجا رام وتانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام والتالتة 256 جيجا مع 12 جيجا رام والربعة 512 جيجا مع 12 جيجا رام من النوع UFS 3.1 وللأسف شوية تعم تركيب مومر كارد اما بقى بالنسبة لنظام التشغيل والاداء فالموبايل هنا بيجيب نظام تشغيل اندرويو 12 مع معالج ديمانستي 9000 بعمارية 4 نانو وبتردد 3 جيجا هرتز ومع معالج رسومي مالي جي 710 وبنسبة لي يعني المعالج ده وهو هو نفس المعالج الموجود في النسخة البرو بس النسخة البرو يعني فيه من النسختين نسخة سناب درجون 8 الجيلي الاول ونسخة ديمانستي 9000 فبيعتبروا نفس الاداء يعني اداء النسخة العادية هو هو نفس اداء النسخة البرو واداء طبعا ما اقولكش جبار برامج والعاب اما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل هنا بيجيب 3 كاميرات خلفية الاولى بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.8 وبتدعم تثبيت البصري والكاميرا التانية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.0 ودية كامير والكاميرا التالتة بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.0 ودية كاميرا وبيجي معهم فلاش لده مزدوج وبيدعمه تقونية الباندراما والHDR ويقدر يصور فيديو بدقة فور كي بسرعة 60 فريم اما بقى بالنسبة للكاميرا الامامية فبتيجي بدقة 32 ميجابيكسل فتحة عدسة F2.5 وبتدعم تقونية الHDR وتقدر تصور فيديو بدقة فور كي بسرعة 30 فريم والكاميرات هنا واضح من الارقام وتقونيات الجواها هتديك اداء كويس جدا بس اكيد يعني مش لدي نسخة البرو اللي فيها امكانيات زيادة قوي 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 وارقام الميجابيكسل فيها اعلى وكمان بفتحات عدسات اوسعة يعني في كاعداء الكاميرات النسخة البرو كاعداء معالج الاثنين متساويين واصح الموبايل هنا بيجي مع الواي فاي من بيرجن سيكس اما باب النسبة لبطارية فبتيجي بالساعة 4500 ميلي امبير وبتدعم الشحن السريع بقوة 80 واط مع شحن من نوع طيب سي يعني تشحن بطارية كلها من 0% فحوالي 25 ديئة بس والفرق بين النسخة البرو النسخة العادية هو 200 ميلي امبير مش اكتر لصالح النسخة البرو وبنسبة للالوان فالموبايل هنا بيجي بثلاثة الوان الاسود والازرق والبرتقاني اما باب النسبة لسعر الموبايل فالموبايل طالعا عنه بالسعر خمسمية خمسة وستين دولار يعني حوالي 10500 جنيه مصري و2120 ريال سعودي وطبعا هتلاقي بقوة الاسعار بقوة العملات في وصف الفيديو علشان يعني الفيديو ما طويلش اكتر من كده وبس كده كده انا قلصت وبنسبة الرائ في الموبايل فانا شايف ان هو موبايل كويس جدا موبايل متكامل في الفئة سعرية بتاعته وكمان منافس بقوة جامدة جدا وبس كده كده انا خلصت وطبعا رأي كميني في التعليقات بعد يعني ما تعمل اللايك سبسكرايب والشير علشان يعني بما انك وصلت للنهاية اكيد الفيديو عجبك يلا سلامة